كتير من المتابعين كانوا بيسألوا عن طبيعة علاقة أحمد فهمي وهانا الزاهد بعد انفصالهم وخصوصاً بعد الكلام المتداول على السوشيال ميديا بأن هانا بتتجنب تقابله في أي مكان بس الصدفة جمعتهم سوى في حفل جوي أوردس بالسعودية وكان في كواليس لأول مقابلة ليهم بعد الانفصال يا ترى إيه رد فعل هانا الزاهد لما شافت أحمد فهمي بعد انفصالهم وإيه اللي حصل بينهم وإيه طبيعة علاقتهم حالياً وإيه حكاية الصور اللي محتفظة بيها لحد دلوقتي ده اللي هنعرفه في الفيديو ده تابعونا للنهاية هانا الزاهد اتفجأت لما حصلت على دعوة لحفلة جوي أوردس سنة 2024 في السعودية بوجود زوجها السابق أحمد فهمي ورغم وجود نجوم كتير وزملاء في الوسط الفني إلا إن هانا قررت تروح تسلم على أحمد فهمي وكانت الكواليس مش متوقعة أحمد لما شاف هانا جاي عليه وقف من مكانه وراح يقابلها وسلم عليها وقال لها ازايك يا هانا أخبارك إيه هانا سلمت عليه بابتسامة خفيفة وقالت له أنا بخير بعدها هزروا سوا بشكل طبيعي وقال لها حاجة قامدية بخصوص شعرها كانوا دايماً بيقولوها وقت جوازهم وده حكت كالعادة واستمر لقاءهم ده حوالي عشر دقايق هانا أكدت للقريبين منها إن علاقتها هي وأحمد فهمي كلها احترام بسبب العشرة الطويلة اللي بينهم وقالت إن عمرها ما هتسمح لحد يسيء لي هو أو أي حد من عائلته هانا إزاي اتكشفت لأول مرة عن حياتها مع أحمد فهمي وقالت إن الحياة مش كلها وردي فيها ups and downs ما فيش حاجة كلها وحشة ولا حياة كلها وردي ومش لازم أي اتنين يكونوا مع بعض ويسيبوا بعض يبقى فيه مشاكل هانا قالت إن فيه ناس ما بيتكلموش مع بعض وبيبقى النصيب وقف لحد كده بس بيكملوا أصحاب وبيبقوا في منتهى الشياكة والاحترام وده بالضبط نفس علاقتها حالياً مع أحمد فهمي لأنهم أصدقاء في الأساس وبينهم عشرة طويلة وبيحترموا بعض عشان كده ما فيش أي ضغينة بينهم وفجأتنا هانا لما قالت لما بنشوف بعض بنسلم على بعض عادي جداً هو ليه كل الاحترام وده عشرة كبيرة وأي حد يجيب سيرة أي حد تابعه أو حتى يفكر يجيب سيرته بحط إيدي في عينه ده عشرة خمس سنين مش يوم ولا تنين وعن سبب الانفصال قالت هانا في حاجات الحياة مش بتمشي بيها فبتضطر إنه خلاص النصيب لحد هنا ومش معناه إنه هو وحش أو أنا وحشة لأ هو النصيب كده فصرت هانا سبب احتفاظها ببعض الصور لها مع أحمد فهمي وقالت إنها حزفت صورهم سوا مع ده صور إدعاية الفيلم مستر إكس وده آخر عمل فني جامعهم قبل الانفصال وبعض الصور الأوليلة من حفل الزفافهم لأن والدتها شيرين المنزلاوي كانت موجودة في الصور وبعض الصور مع زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا هانا وأحمد اتجوزوا سنة 2019 بعد قصة حب قصيرة ما إن جابوش أولاده انفصلوا بعد زواج استمر أربع سنين وقالت هانا في بيان لها الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد جواز استمر أربع سنوات وربنا يكتب إلي في الخير في النهاية بناتمنى كل التوفيق للفنانة هانا الزاهد وأحمد فهمي في حياتهم